إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعيمه وأستغفره وأصلي وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم حياكم الله وبياكم أما بعد نحتاج كثيرا إلى العفو والتسامح خصوصا في زمن لو رددت على كل رجل لهلكت خصوصا نحن في زمن لو رددت على كل مسيء إليك لهلكت أحيانا غض الطرف يؤدي للعظمة أحيانا غض الطرف عن الجهلة يؤدي للعظمة امرأ القيس اسمع امرأ القيس قال له رجل كيف وصلت إلى ما وصلت إليه من سيادة قومك كيف وصلت إلى ما وصلت إليه من سيادة قومك فقال امرأ القيس ضع إصبعك في في وأضع إصبعي في فيك وكل مننا يعض على الآخر فننظر من يصبر فوضع الرجل إصبعه في امرأ القيس ووضع امرأ القيس إصبعه في ذاك الرجل في فيه فكل عض على الآخر فسحب الرجل إصبعه ما طاق سحب الرجل إصبعه ما طاق قال امرأ القيس بهذا ست على قومه الحلم والأنى الصبر على الناس على أذى الناس لهكذا أحيانا من ينظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم الكثير سأبتدئ بقصة سأبتدئ بقصة واسمع مني لعلي ولعلك تستفيد زوج ابنة الأشج رضي الله تعالى عنه وأرضاه اسمه منقذ نحن الآن نعاني من أزمة هذه الأزمة لو قلنا لأأي كان عدد لي أسماء الصحابة لعدد خمسة أو ستة حتى الآن نسأل من العشر مبشرين في الجنة ربما لا أحد يعلم نفتقر لبرامج عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن هم حج مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 120 ألف فما نعلم إلا عشرة الشيء من الأمر منقذ رضي الله تعالى عنه أحد الصحابة زوجته زوجة منقذ ابنة الأشج رضي الله تعالى عنه علم هذا منقذ كان له تجارة ذهب يوم إلى المدينة لما ذهب للمدينة جلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والقرآن فآمن وتعلم الصلاة فرجع إلى قومه وهو مسلم وهو مسلم زوجته ابنة الأشج زوجته رأت من زوجها اختلافا كثيرا فذهبت إلى أبيها اسمع ذهبت إلى أبيها ترى زوجها تغير حاله فذهبت إلى أبيها تقول لأبيها تقول يا أبتي أنكرت بعلي يعني زوجي منذ قدم من يثرب تقول يا أبتي أنكرت بعلي منذ قدم من يثرب لأن يثرب اسم جاهلي يعني كانت المدينة النبوية على ساكن أشرف الصلاة وتم التسليم زادها الله تشريفا وتعظيما كانت المدينة تسمى في الجهلي يثرب فأهل النفاق ما أحب اسم المدينة النبوية لهذا في غزوة الأحزاب ماذا قالوا قالوا يا أهل يثرب لا مقام لكم انظروا يدون النعرة النعرة القومية كما يقال فاسم يثرب كان اسم المدينة في الجهلية فتقول ابنة الأشج لأبيها تقول يا أبتي أنكرت على بعلي منذ قدم إلى المدينة يغسل أطرافه يغسل أطرافه ويستقبل الجهة يعني تقصد ماذا القبلة يغسل أطرافه ويستقبل الجهة فينحني ظهره مرة ويضع جبينه مرة ذلك تدينه منذ قدم من يثرب فما تدري ماذا تصنع فخرج الأشج رضي الله تعالى عنه إلى منقذ زوج ابنته فتلاقياه انظر فتكلم منقذ للأشج تكلم له عن الإسلام فوقع الإسلام في قلبه فضل أنا أريد أن أوصل لك فكرة لكن اسمعني لما وقع الإسلام في قلبه خرج إلى قومه وقرأ عليهم من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقع الإسلام في قلوبه تخيل مدينة كاملة بسبب رجل شرح الإسلام بطريقة حسنة آمنوا شرح الإسلام بطريقة حسنة فآمنوا الآن الشاهد الشاهد من الأمر ذهب الوفد إلى المدينة النبي صلى الله عليه وسلم انظر الوحي يقول لجلسائه يقول أتاكم وفد عبد القيس خير أهل المشرق فيهم الأشج هذا زعيم القبيلة غير ناكثين ولا مبدلين ولا مرتابين إذ لم يسلم قوم حتى وتروا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هؤلاء القوم جاءوا من غير قتال ولا أسير ولا شيء لأنه ما أسلم قوم أصلا قبيلة كاملة حتى وتروا يعني قطع منهم أو أسر منهم أو مات منهم فجاء القوم لم وصلوا المدينة كل القوم ذهبوا لرسول الله ليروا أنت تصور حينما يأتي داعية مثلا دبي على مستوى دبي لما يأتي داعية الناس تتوافد إليه لترى وجهه عن قرب والنبي صلى الله عليه وسلم تصور أنت حينما يرد أقوام للمدينة فقط لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم الأشجلة الأشجلة ذهب انظر اختسل تطيب لبس لبسا جديدا خرج ثم خرج لرسول الله بعدما تطيب واختسل قال عليه الصلاة والسلام بعدما عقل ناقة وذهب قال له عليه الصلاة والسلام إن فيك خصلتين من يقول محمد صلى الله عليه وسلم انظر قوم كلهم ركضوا للمسجد كلهم إلا الأشج ذهب فاختسل فتطيب وجاء بحلة جديدة فقال إن فيك خصلتين نبي صلى الله عليه وسلم يقول الحلم والأنا الحلم إن فيك خصلتين يحبهم الله الحلم والأنا يحب الصفح أنت فيك الصفح لما جاءت ابنته تخبر عن زوجها ابنته لم يحكم حتى جلس مع زوج ابنته انظر العقل كما العقل ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم والأنا لما ورد للمدينة ما ذهب على عجالة بعرقه بوسخ ثوبه ثيابه من السفر لا ذهب اغتسل وتطيب حتى يلقى النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن فيك خصلتين يحبهم الله الحلم والأنا فنحتاج للحلم والأنا كثيرا حتى نحكو مع الناس ننتقل الآن انظر لمؤمن آل فرعون مؤمن آل فرعون يخاطب أنا أتكلم عن فرعون ها فرعون يعني طغى في البلاد أليس كذلك فرعون يعني قتل الأطفال واستحي النساء وقتل الرجال واستعبد أهلها مؤمن آل فرعون ماذا قال لما رفض فرعون دعوته وملأه ماذا قال من آل فرعون فستذكرون ما أقول لكم ما سبهم ما شتمهم ما عابهم من تقص منهم قال فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله هذا الأصل فنحتاج كثيرا من الصبر هذا الذي يسيء إلينا نحتاج إلى أن نقول له ستذكر ما أقول لك الذي يسيء إلينا نحتاج منا أن نتذكر إن فيك خصلتين يحبهم الله الحلم والأنا خلاص ما عليك الله عزيز ينصر من يشاء لكن اصبر يأتيك النصر النصر لا يأتي على سرعة البرق لا يأتي النصر على سرعتك أنت بالصبر الآن تعال معي يا أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أبو بكر انظر من تأمل في سير الصحابة الخلفاء رضي الله تعالى عنهم الأربع يشعر فيهم العظمة بمعنى أنه ما قادوا الأمة جزافا ما هيئهم الله للخلافة هكذا بل في أنفسهم عظيمة فيهم عظمة يترفعون عن كل رذيلة عن كل من قصة ليس كل من رجمك حجر ترجمه الحجارة كما قيل إن نبح الكلب عليك هل ستنبح عليه لا فالأصل في المؤمن يترفع أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال له رجل رجل يقول له والله والله لا أسبنك سبا يدخل معك القبر يعني تهديد والله لا أسبنك سبا يدخل معك القبر تهديد قال أبو بكر سيدخل معك يا أخي أنا هذه حسنات أما أنت سياء قاله بكر الصديق بل سيدخل معك يا أخي انظر إلى الأدب يريد أن يجذب لحسن الخلق أكثر ما يجذب الناس حسن الخلق هو أكثر ما يجذب الناس حتى الرجل كمال عقله الرجل بكمال عقله إذا انتزع منه الخلق لا يجذب الناس ولو كان أعلم العالمين بحسن خلقه ولو كان أحمقا يجذب الناس فقال أبو بكر لا يا أخي سيدخل معك لن يدخل معي لأنها شيء تائم هذه ليس هذا فحسب عمر بن الخطاب يعني عمر رضي الله تعالى عنه هل وصل ليستقر حبه في قلوبنا هكذا جزافا هل وصل عمر بالخطاب تتغنى به يتغنى به الشعراء والعظماء هكذا جزافا يعني يجب على كل من يرأس أو يصبح مديرا للقسم أو مديرا الفرع أو حتى ملكا أن يقرأ سيرة عمر ليعلم كيف العظمة عمر رضي الله تعالى عنه يقول إذا سمعت كلمة تؤذيك أعيد أعيد إذا سمعت كلمة تؤذيك أسألكم بالله من يسمع كلام يؤذيه كلنا إن لم يسمع من الصديق سمع من الأب إن لم يسمع من الأب سمع من الأم وهم واجب ترى وإن لم يسمع من الأم سمع من الصاحب وإن لم يسمع من الصاحب سمع من قرينه في العمل هكذا الدنيا عمر يعلمك العظمة يقول إذا سمعت كلمة تؤذيك فطأطئ لها رأسك حتى تتخطاك أعيد يقول عمر رضي الله تعالى عنه إذا سمعت كلمة تؤذيك فطأطئ لها رأسك حتى تتخطك نحتاج نعم نحتاج أن نتعلم كيف نتخط سهم لهكذا وصل عمر إلى ما وصل له رضي الله عنه ليس هذا فحسب ليس هذا فحسب كان رجل يقع في عمر بن ذر ويشتمه عمر بن ذر لقيه ليس من خطاب عمر بن ذر رجل يقع في عمر بن ذر يشتمه صباحا ومساءا هكذا الأعداء قدر الله أن يلتقي عمر بن ذر مع الرجل الذي يشتمه عمر بن ذر ماذا قال له؟ قال له يا أخي اسمع للكلام قال يا أخي لا تفرط في شتمنا يعني لا تزيد المعيار ترى لا تفرط في شتمنا وابقي للصلح موضعا يعني اجعل مكان للصلح فإن لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه كلمات من ذهب لا تفرط يا أخي في شتمنا وابقي للصلح موضعا اجعل المكان للصلح يعني لا تشتم دائما وتلعا وتسبنا اجعل المكان للصلح سيأتي الأيام ونصطلح فإن لا نكافئ من عصى الله فينا أن تتعصي الله في شتم إلا بأن نطيع الله فيه أن نصبر عظماء هم وصلوا لمراتب العلم هكذا؟ لا ولكنهم صبروا لكل زمان رجال ولكل زمان أعداء للرجال خذها قاعدة فيجب أن تصبر ليس هذا فحسب رجل قال لعمر بن العاص عمر بن العاص من دوات العرب لا شك في هذا هو ومعاوية لا يختلف عليهم اثنان معاوية صحابي هذه العين وعمر بن العاص هذه العين رضي الله تعالى عنه لدرجة فقط فائدة ونعود معاوية رضي الله عمر بن العاص يقول لمعاوية وكانوا في سفر فقط فائدة ونعود معاوية وعمر بن العاص خرجوا يوما في سفر فقال عمر بن العاص لمعاوية يقول ها من أدهى أنا أم أنت في العرب فمعاوية انظر للذكاء معاوية شيخ السامة يقول خير ملوك الأرض معاوية وأول ملك الشاهد قال معاوية عمر العاص يقول لمعاوية ها من أدهى أنا أم أنت من أدهى منا في الصحراء وهم على السفر لا يوجد إلا معاوية وعمر في العاص فمعاوية قال ما سؤالك يقول عمر العاص قال من أدهى أنا أم أنت فمعاوية نظر هكذا يمينا ثم نظر شمالا ثم قال تعال تعال أخبرك فتقدم عمر العاص وضعه ذنه قال له يا هذا هل ترى أحد سوانا في الصحراء حتى تقترب مني فأنا أدهى يعني معاوية المهم رجل وقع في عمر العاص سبى عمر العاص قال الرجل لعمر العاص والله لأتفرغن لك يعني اصبر بمعنى صح يعني سوف أفضلك الآن في لغتنا رح أفضالك يعني مثلا اصبر سأكتب عنك في كل شاردة وواردة وفادة هذا معنى الكلام قال الرجل عمر العاص والله لأتفرغن لك فقال له عمر هناك وقعت في الشغل إذا أنت تفرغت لي فقط شغلت نفسك فقال الرجل كأنك تهددني كأنك تهددني والله هذا الرجل يقول لعمر العاص يقول له كأنك تهددني ثم قال له والله لو قلت بي كلمة سأقول وأرد عليك بعشرا سأرد عليك بعشرا قال عمر العاص وأنت والله اسمع للعظمة قال وأنت والله لئن قلت لي عشرا لم أقل لك واحدة يعني لو شتمتني عشر مرات ما رح اشتمك أصلا لن أفتح المجال للشيطان بيني وبينك أيضا يقول علي إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكرا للقدرة علي ذهب شكرا للمشاهدة